في مستها واندلعت فيها النيران خلال الساعة الماضية معي عبر الهاتف هدنا خليل مكلف بالإعلام على مستوى مجمع سنة الغاز مساء الخير سيدي الكريم أهلا بك مساء نون سيدي الكريم وكل مشاهدين قناة فيكم الموقع شكرا نبدأ بداية في وضعية شبكة الكهرباء والغاز خصوصا في هذه المناطق التي مستها السنة النيران نتحدث عن ولاية خنشلاء أساسا وباقي المناطق الأخرى ما هي الوضعية حاليا وكيف تتعاملون مع هذه المخاطر وكذلك سيدي الكريم الوضعية في ولاية خنشلاء واليوم وطقت في دوار ربيعي يعني بمنطقة شيريا بمحادث دائرة بوحمامة بولاية خنشلاء وقع فيها حريق للغابة وأول عملية لمؤسستنا هو كان فيه قطع الغاز كإجراء احترازي بالدوار البيعي لمحادي لبلدية شيريا كما قلت وين وقع مكان الحريق وهو أمني واحترازي في كذلك سيدي في عين ميمون في أول أمس في خنشلاء أين وقع حريق المهور تم عزل كذلك شبكة الكهرباء كإجراء أمني وأعادتها تدريجيين وحماية بذلك محاولات الكهرباء هذه المحاولات سيدي كانوا هما لمونوا محطات ضخ المياه اللي كانوا سمحوا بنسبة كبيرة في إطفاء نيران الحريق والتحكم فيه هذا في خنشلاء نفس الحرائق سجلناها بمنطقة العش ببرج بوراديج وبجاية كذلك في ابن وثلان بيستيف وكذلك الحمد لله أعوانته وأنا كانوا للمرصاد وكان فيه يعني إطلاف قصيف لشبكتنا وتم استدراج الوضعية طيب المواطنين في مثل هذه الظروف هو كذلك في نفس الوقت في وضعية ماسة لشبكة الكهرباء والغاز هل فيه تقييم آني وفوري لهذه المخاطر وبالتالي تزويد المواطن بالكهرباء والغاز فور تحسن الوضع والله يا زيد الكريم نحن لدي في تانا وتحدي تانا هو إرجاع أولا كعملية احترازية التأمين المنطقة وتأمين المواطن وممتلكات المواطن كذلك تدين ذودوه في أسرع وقت بطاقة الكهرباء نشوفوا أنه الظروف يعني الحرارة قاسية ما يستغناش سواء كان لعنده مكيفة ولما عندوش حتى باش يشرب الماء وفي المناطق هذه المعزولة أو غيرها باش يسقي وباش يرعي وكل شي هذه إحنا كإجراء أولي الأولوية هو إرجاع الكهرباء للمناطق المتضررة كذلك يطرح في مثل هذه السيناريوات قضية ضرر معدات الكهرباء الخاصة بالمواطنين وحتى بعض الأجهزة الكهرومنزلية ودائما يطرح تساؤل تعويض المواطنين في مثل هذه الحالات ما هو الإجراء المعمول به في مثل هذه الحالات شكرا سيدي وهو سؤال جدو مهم ونحن نقوم بعملية اتصالية وإعلامية للمواطن في هذا المجال لما يكون فيه ضرر في شبكة ويكون فيه ضرر يعني مباشر لمعدات المواطن سوى واحد يبزدلوه باش يعني انبسطوا المفهوم يبزدلوه هذا الكلماتيزار يبزدلوه المعيدات اللي تشتغل بالكهرباء هذو كل المعيدات باش حنا يكون فيه ثلاث حنا نعوضونهم كيفاش نعوضونهم لازم يجي في أقصى حد من 40 ساعة يجي في فاكتير بورفورماسطورة يعني ليصلاح هذه المعيدات يجي صرحنا بالضرر نتاعه نحن معلمناش يعني المواطن اللي يضرر وليما يضررش لانه المعيدات متواجدة داخل المنزل لما يجي وصرحنا بالضرر هذك حنا نقوبه ناخده بأتبار وننسجله في آنه هذه البرد كذلك يقدر يتقدم المواطن في أي وكالة تجارية أو حتى مديرية التوزيع المتواجدة عنا 678 وكالة تجارية وعنا 58 مديرية التوزيع يتقدم بالميلة ونحن ناخده بعين اعتبار كل هذه لأن الشبكة بتاعنا مؤمنة نقوبة 48 ساعة لأنه احنا عنا سبعة أيام مع وكالة والتأمين باش نضر الميلة ويكون فيه تأمين مباجر للمواطن كذلك تم تسجيل سقوط بعض عميدة توتر العالي الخاصة بشبكة الكهرباء في عدد من وليات الوطن كذلك هذا المشكل غالبا ما يؤدي إلى انقطاع شبكة الكهرباء ما هي الوضعية حاليا وكيف تتعاملون في مثل هذه الحالات شكرا سيدي باش نفهم المواطن لأنه فيها فروع في مؤسساته ومجمع صونيغاز لما يسجلنا مؤخرا سقوط أبراج أبراج لبيلون هذه التي تحمل أسلاك التوطر العالي والتي تنقل الكهرباء من مراكز التوريد محطات التوريد إلى محطات التحويل ثم التوزيع إذن فيها سقوط هذه الأبراج نتيجة قوة الرياح اللي عربتها العديد من المناطق المؤخرا والزوضة الرمدية واللي عربتها بالأخص وجود كذلك الحرارة وكان من الوقت تدخل السريع لربط زبائن لعمال كان سريع والمناطق المتضررة كان في وقت قياسي نذكر على سبيل المثال الأبراج التي سقطت في الواد في بلسكرا في ستيف وحتى في أمبواطي وات بلسا إذن المهمة الأولى هي استرجاع الكهرباء وإحنا كان بوكراج هذه الشيشنا ببوكراج هذاك باش نربط الزبائن من جهة أخرى ليسا لا يكون فيه تصليح لهذه الأبراج لأنه يطلب وقتا ما من طرف مسير الكهرباء وهو طرع لمجمع صمية والتحدي خلال الصائفة هو ضمان توفير التزود بالكهرباء والغاز خلال الصائفة نتحدث عن الكهرباء أصاصا طبعا بيان لمجمع سنو القاز أفاد بأنه تم اعتماد إجراءات ومخطط خاص خلال هذه الصائفة لتوفير الكهرباء للجزائريين هل نقول اليوم بأن المجمع في أليحية لضمان عدم قطع الكهرباء الجزائري خصوصا في ولاية الجنوب التي تشهد استهلاك كبير خصوصا مع فترة الصي والله سيدي الكريم بكري كان يعني ولاية الجنوب هي التي استهلت أكثر ذلك ولاية الجزائر كاملة كل مناطق الجزائر تستهلت أكثر وأصبح الاستهلاك أو ثقاف الاستهلاك للمواطن الجزائري أصبحت عامة لا يخلو منزل من مكيف ولا يخلو بيت من رباشاو هذيك والمرافقات وغيرها لأنه هذه المحركات على رباشاو نحن مواطن ونحن في حملتنا التحسيسية لتشيق الكهرباء الركز خاصة على هذه الموتور التي في الدمار اشتعوا لما يبدأ هو يستهلك سبع حطرات الاستهلاك العادي لهذا كل هذا احنا تفطمنا له منذ القدم وكل سنة يتم وضع على مستوى صدق شركة التوزيع مخطط خاص لضمان نوعية واستمرارية التوزيع بالكهرباء ويكمن هذا المخطط في أولا ثيانة وتأهيل الشبكة والمعيدات المتواجدة يكون هذا قبل قدوم الصيف ويكون فيه كذلك بث وبعث اثمارات جديدة سواء كانت في المنشآت والمعيدات كالمحويلات والشبكة الجديدة لهذا سنة وتحضير الصيفة على سبيل يعني كالكشيف يعني الأرقام فقط فيه 767 مركز توزيع جديد وفيه 2740 كيلو متر من الأسلاك وكرواب للتوزيع لرافقة هذا المعدات وتمع وضعها كل هذا لضمان نوعية حسنة وكذلك تموين بشكل عام باش نقوله المواطن المجمع في أريحية توفير الكهرباء خلال الصيفة والله احنا كشركة توزيع الكارباء والغاز صادق احنا رأنا حتى الآن في خدمة الزبون وفي أريحية في مخصة التزويد ودليل على ذلك أنه فيها مشاريع جد مهمة سواء كانت هذه المنشآت السكنية اللي رأنا حتى الآن يعني برنامج الدولة 100-3 سكن منينجا وهذا 100-3 سكن يعني منينجا هم الكارباء والغاز لم يكون فيه تخطيط صحيح مرافقة لهذه المشاريع نعم هذا المرافقة لهذه المشاريع وفيه أريحية في مخصة التزويد ممتاز نختم بنقطة أخيرة بعجل لو سمحت في مخصة الذين لم يسددوا في ديون تابع المؤسسة الذين لم يسددوا فواطير لاستهلاك الكهرباء طريحة سابقا سيناريو القطع كيف ستتعاملون ما هو ندأك المواطنين كذلك الالتزام بتسديل فواطير والله احنا ما زلنا ماشيين يعني في يعني توصيات الحكومة المجال بعدم القطع لكن هذا رغم تقل الديون العالقة لدى الزبائن وفقط حتى الزبائن المتوسط وعلي توطر في مؤسسة صادق لا تزال وفي مهامها وهي الصهر على توزيع الكهرباء والغاز بنوعية وجودة عالية لكن هذا لا يمنعنا بمباشرة عملية التحفيص لتزديد الديون عبر التزديد الإلكتروني ومكاتب البريد والوكالة التجارية اللي غير مفتوحها إذا كان فيه تزديد الديون فيه أرياحية مالية ولم يكون فيه أرياحية مالية لمؤسسة صادق يكون فيه استثمار ولم يكون فيه استثمار يكون فيه نوية حصنة في تزويد بطاق الكرداء أو الغاز شكرا لك جزيلا شكرا لك هدنا خليل المكلف بالإعلام على مستوى مجمع سونالغاز على كل هذه الإضاحات فاصل